بسم الله الرحمن الرحيم عشاكم متابعين قناة الإعلام الكبير صعب نصر الزيدان وقناة كورة بلدنا الحياة في الساعة الأخيرة استقبلت عدد من تليفونات من أعضاء النادي الزمالك بسبب قرارات رئيس النادي رئيس النادي خد قرارات غريبة مخالفة للوايح والقوانين والأعضاء بصلاحة غير راضيين عن القرارات واتصلوا بي وأخبروني بها واتكلموا معي فيها القرارات دي خاصة بتجديد بتجديد العضوية يعني رئيس النادي الزمالك خد قرارات أرهالك دلوقتي قال تجديد الاشتراكات لمسم 2017 2020 يبتدي من 1.6 حتى 30.6 بدون غرامة ومن 1.7 حتى 31.7 بغرامة 500 جنيه ومن 1.8 حتى 31.8 بغرامة 1000 جنيه وبعد 31.8 بغرامة 3000 جنيه طبعا ده موجود في لوائح ولا قوانين ولا في قانون الرياضة ولا في لوائح مدريت شهاب الرياضة ولا أي حاجة ده قانون ألفه رئيس النادي الزمالك من دماغه وعلق القرارات دي على كل البوابات وطبعا الأعضاء في حالة استياق كبيرة جدا ومنهم أعضاء تقدموا بشكاوى لوزير الرياضة لان طبعا ما فيش حاجة اسمها غرامة في شهر 7 ولا غرامة في شهر 8 ولا المبالغ المالية الغرامة دي بتتحدد بعد نهاية شهر 9 بعد نهاية شهر 9 بيتم وضع غرامة والغرامة في أي عضوية في أي نادي في الدنيا ما فيش حاجة اسمها بعد 31 ثمانية ياخد غرامة ثلاث تلاف جنيه إذا كان أصلا تجديد العضوية أساسا لزوج وزوجة وطفلين ممكن ما يعديش ألف جنيه يدفعون تغرامة ثلاث تلاف جنيه طبعا وعايز الأعضاء يروحوا يتوسلوا لي ويقولوا له معالشي والنبي طبعا طريقة رخيصة جدا يعني وطريقة كذرة وطريقة تخنق ومنتهى بصراحة منتهلة الأدب بأمانة يعني والناس أرفانة أرفانة جدا من القرارات العشوائية التفهة طبعا ده لا فيله قوارين ولا وايح وطبعا هو هياخد قرار الناس اللي اشتاكت الوزير الرياضة هياخد قرار انهم بمنعهم من دخول النادي ويعلق اسمهم على البوابات منطقة البلطاجة راجل بيبلطج ومحمي بالحصانة البرلمانية لان حتى البلاغ اللي تم تقديمه من الأستاذ مقرى محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية الإعلام وعضاء الهيئة الوطنية الإعلام تم حفظه ليه لان طبعا النيابة تطلب الاخ يجي يقول أكواله في البلاج هيقولك أنا معي حصانة يعني الحصانة البرلمانية بتديله حق انه يبلطج على الناس حتى يبلطج على الأعضاء اللي جابوا رئيس للنادي فطبعا الموضوع ده الناس جدا وقارفها طبعا انتو عارفين فيه موضوع عديم ان الاخ واخد قرار بمنع دخول ستمائة عضو ستمائة عضو منحهم من تجديد عضويتهم بقى لهم يجي سنة ونصة وماليحهم بدخول النادي برضو بلطجة بيبلطج برضو الحصانة حمياء طبعا ده موضوع انا كان لازم اتكلم فيه لان الناس كلمتني واتصلت بيه وكان لازم طبعا اعرض شكوتهم واقول حالتي الدي والقارف اللي هم فيها من السيد رئيس النادي وقراراته قرارات البلطجة اللي بيبلطجها على الأعضاء ده موضوع طبعا مهم انا كان لازم اتكلم فيه عندنا طبعا خلاص كده تأكد غياب عماد السيد عن مباراة نهض البركان اللي هتقام يوم الحد بزهاب الدور النهائي من البطولة الكون فدرالية طبعا انتو عارفين برضو ان الحارس الاخر محمود عبر حيم جنش هيغيب علشان خاطر الاقاف وطبعا عماده هيغيب علشان خاطر الاصابة فكده فيه حارس واحد بس هو الموجود وهو المكيد بالقائمة الافريقية هو عمر صلاح فطبعا كده عمر صلاح هو اللي يشارك في المباراة يعني عمر السعيد لو في الملعب يشارك كاساسي في المباراة ولقدر الله عمر جرره اي مكروه اي اصابة او اي حاجة جعلته يخرج من الملعب عمر هيرجع ويقف جون عمر قاعد على دكة البودلاء ولقدر الله عمر صلاح جرره اي حاجة ويجاز الفن اجبر على تغييره ساعتها عمر السعيد سينزل ويحمي عرين نادي الزمالك الموقف الذي نادي الزمالك فيه في مباراة نهض البركان اتعرض له موسم 2012 كان الزمالك بيشارك في بطولة دوري ابطال افريقيا وكان مسجل اثنين حراس فقط عبد الواحد ومحمود جنش عبد الواحد اصيب وعنده حالس واحد بس وهو محمود جنش وكان الزمالك بيواجه فريق المغرب الفاسي وساعتها كان الكابتن حسن شحاته هو المدير الفاني ونجح الزمالك اللي هو يفوز في مباراة الذهاب اللي اقيمت الاول في المغرب بهدفين دونها مقابل احرز الهدفين ساعتها احمد حسن واحمد جعفر فان شاء الله برضو يتكرر نفس الوضع ونادي الزمالك يحقق نتيجة يجابية باذن الله في المغرب امام نهضة بركان في نهاية البطولة الكونفدرالية طبعا نرضى الاتحاد الافريقي رفع الاقافة عن رئيس نادي الزمالك وكده رئيس نادي الزمالك من حقه يحضر مباراة الذهاب لو جاله لو عنده رغبة ان يسافر المغرب ومن حقه يحضر مباراة الاياب الهاتقام يوم 26 على ملعب برج العرب بالاسكندرية عندنا تصريحات مهمة جدا رئيس نادي الزمالك يتحدى الجميع ويقول انه هو مش هيلعب مباراة الاهلي المحدد ليها يوم 3 يونيو في مسابة الدور العام وان مباراة الاهلي هو طلب تأجيلها لبعد انتهاء كاس الامم وقال ان الخطيب مش هيمشيه على مزاجه لان الخطيب عايز يلعب المباراة فقال الخطيب مش هيمشيه على مزاجه وما يشغلوش عنده انا مش عارف شغله عندك ازاي انت رجل محامي شغله عنده ايه محامي يعني ومعوش لسان صحوق فطبعا هو طبعا هجم الخطيب بشدة وقال مش هيحصل خالص ان انا هلعب مباراة الاهلي يوم 3 يونيو مباراة الاهلي عايزين نعبها يأجلوها بعد بطولة كاس الامم كمان فتح النار على كابتن شوبير وقال انه معاه فيديو وهيزيع الفيديو ده للكابتن شوبير علشان يفضحه وده كان تصريحه انه هو اللي يأت لجنت الحكام وان عصام عبد الفتح Lubb Schedule عمد الصباح وقال انه الامم يؤدي عصام عبد الفتح وقال انها قال حجم وقال ان الشوبير محام عبد الفتح حجمier البلد عمد الفتح و�ת اعتما أنني وقد قلنا فوبير سيركز جداً مع اتحاد الكرة لأن الأسابيع المقبلة في بطولة الدوري حاسمة والزامالك يسعى وعنده رغبة قوية في الفوز بالبطولة طبعاً نادي الزامالك خط تدريباته استعداداً لمباراة نهضة بركان والزامالك سيسافر للمغرب يوم الخميس المقبل إن شاء الله على طائرة خاصة ويشارك في التدريبات محمود حمد الوينش تعرفين طبعاً محمود حمد الوينش مصاب في أنفه لكن النهاردة ارتدى واقي وشارك في التدريبات بصورة طبيعية وظهر بمظهر طيب وطبعاً من الواضح وفي الغالب إن محمود حمد الوينش هيكون ضمن باعثة الفريق إن شاء الله اللي هتسافر المغرب برضو الجهاز الطب والجهاز الفني بيفزل مجود كبير جداً علشان يأهل المغربي خالد بطيب طبعاً تعرفين خالد مصاب في الرجبة لكن الجهاز الطب والفني بيفزل مجود كبير إن هو يأهله ويكون موجود مع الفريق برضو في مباراة ناضي برقان اللي هتقام يوم الحد المقبل في المغرب رئيس النادي خاد قرارات غريبة مخالفة للوايح والقوانين والأعضاء بصلاح غير راضيين عن القرارات دي واتصلوا بي وأخبروني بها واتكلموا معي فيها القرارات دي خاصة بتجديد العضوية يعني رئيس النادي خاد قراراتها أرهالكو دلوقتي قال تجديد الاشتراكات لمسم 2017-2020 يبتدي من 1-6 حتى 30-6 بدون غرامة ومن 1-7 حتى 31-7 بغرامة 500 جنيه ومن 1-8 حتى 31-8 بغرامة 1000 جنيه وبعد 31-8 بغرامة 3000 جنيه عندنا تصريحات مهمة جدا رئيس النادي الزمالك رئيس النادي الزمالك يتحدى الجميع وبقول انه هو مش هيلعب مباراة الأهلي المحدد لها يوم 3 يونيو في مسابة الدور العام وان مباراة الأهلي هو طلب تأجيلها لبعد انتهاء كاس الأمم وقال ان الخطيب مش هيمشي على مزاجه لان الخطيب عايز يلعب المباراة فقال الخطيب مش هيمشي على مزاجه كمان الخطيب ده وما يشغلوش عنده انا مش عارف شغلو عندك ازاي انت راجل محامي شغلو عنده ايه 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 محامي يعني وما هوش لسان صحوق فطبعا هو طبعا هجم الخطيب بشدة وقال مش هيحصل خالص انه هلعب مباراة الأهلي يوم 3 يونيو مباراة الأهلي عايزين نعبها يأجلوها بعد بطولة كاس الأمم كمان فتح النارة على كابتن شوبير وقال انه معاه فيديو وهيزيع الفيديو ده لكابتن شوبير علشان يفضحو ونفضحهم ايه بصراحة هذا كان تصريحه واتهم الكابتن شوبير كأنه بقيت لجنة الحكام وأن عصام عبد الفتاح لم يلو أي دور مثل عصام عبد الفتاح وعضه فتح القرى وإن شوبير حكم مبارات الأهل واسموحة وشوبر هو هو مبارات الزمالك والدخلية ومحمد الصباح وعصام عبد الفتاح وقال ان شوبير يدير اتحاد القرى وان هنا بردة مش فاضي ومقضيها السفريات وهجم كابتن شوبير وهجم لجنة الحكام وقال أنه سيركز جدا مع اتحاد الكرة لأن الأسابيع المقبلة في بطولة الدوري حاسمة والزامالك يسعى وعنده رغبة قوية في الفوز بالبطولة نادي الزامالك خط تدريباته استعدادا لمباراة نهضة بركان والزامالك سيسافر للمغرب يوم الخميس المقبل على طائرة خاصة ويشارك في التدريبات محمود حمد الوينش مصاب في أنفه لكن النهاردة ارتدى واقي وشارك في التدريبات بصورة طبيعية وظهر بمظهر طيب وطبعا من الواضح وفي الغالب أن محمود حمد الوينش هيكون ضمن باعثة الفريق إن شاء الله اللي هتسافر المغرب برضو الجهاز الطب والجهاز الفني بيفزل مجود كبير جدا علشان يأهل المغربي خالد بطيب طبعا انتوا عارفين خالد مصاب في الرجبة لكن الجهاز الطب والفني بيفزل مجود كبير ويكون موجود مع الفريق برضو في مباراة ناضي بركان اللي زي ما هو إن شاء الله تقام يوم الحد المقبل في المغرب اشتركوا في القناة